مشاهدينا طبعاً فيه اهتمام كبير بالعمل المصري والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة للعمل المناسب والآمن للعمل المصري دلوقتي بيتم إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم سوق العمل وتوفير الفرص سواء في الداخل أو الخارج أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر في الداخل والخارج اهتماماً كبيراً على كافة المستويات ووضع العامل في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج باعتبار أن العامل هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة كما وضع الرئيس نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجاً منهم عبر جملة من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشي وتعمل الحكومة على الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج هذا بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزرات والجهات المعنية استعداداً لتحويل نظم العمل في كافة المجالات إلى نظم رقمية كما تعمل الحكومة حالياً على وضع أليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم حيث تتمسك الدولة ببدء عمليات التسفير عقب الانتهاء من منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ونظيرتها في الدول الجاذبة للعمالة لتحديد احتياجاتهم من التخصصات المهنية المطلوبة وكذلك وجود ضمانات لحصول العمالة المصرية على كافة مستحقاتها